اشتركوا في القناة ليسوا من المصابين او المخالطين لمصابين بل من ثبتت سلامتهم انطلاقا من توجهات اللجنة التنسيقية لرئاسة سيدي سمو ولي العهد وتكليفها باتخاذ الاجراءات الاحترازية التي تضمن تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكن العمال الوافدة ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا عقد سيدي معاني الفريق اول الشيخ راشم عبدالله الخليف وزير الداخلية اجتماعا تنسيقيا مع المحافظين والجهات المعنية وتم تكليف المحافظين بالتعاون مع المدراء العامين للمديريات الامنية للقيام باعمال المسح الميداني وتحديد المناطق التي سيتم نقل للعمالة منها وتلك التي سيتم النقل اليها وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل موقع كما تم تشكيل فرق من الضباط وضباط الصف من كافة المديريات الامنية تحت امرت مساعد رئيس الامن العام لشؤون العمليات والتدريب وتعمل باشراف من المحافظين اشراف مباشر المحافظين لتنفيذ تلك التوجيهات اود التأكيد في هذا الشأن على ان هذه الاجراءات احترازية الهدف منها هو حماية المجتمع وفي ذات الوقت حماية العمال الوافدة نفسها واود طمئنة الجميع لان كان هناك بعض اللغط او بعض التخوف من ان هذا قد يكون بينهم مرضى انما اود طمئنة الجميع ان من يتم نقلهم ليسوا مرضى او مصابين ولا حتى مخالطين وانما هم لم تثبت اصابتهم بالوباء ولا مخالطتهم لمصابين انما هو كما اسلفت اجراء احترازي وقائي للتخفيف من كثابة السكن علما بانه سوف يتم ملاحظتهم باستمرار بما في ذلك اجراء الفحوصات العشوائية بينهم وقياس درجة الحرارة والقيام باعمال التعقيم في تلك المواقع بصورة مستمرة وحسب نظام معين